أحمد حاجة كبيرة جداً بالنسبة لنا يعني وكل أم عندها طفل زي أحمد في البداية تحمد ربنا وإن ده بركة بيتها ده رزق بعتوا ربنا ليها مش ابتلاق بالمناسبة خالص يعني ربنا ميزنا خالص إحنا مميزين جداً على فكرة إن انت طول الوقت مهتم بأحمد طول الوقت هو الاتجاه لي في ناس كتيرة جداً وأنا آسف إن أنا بقول ده إنها ما بتهتمش بالحالات دي اللي بيسيبوا بيسيبوا أولادهم في أي حتة أو أي مكان دخلي يعني أحمد لو ما نمشي في حضن أنا ما نمش لو أنا مثلاً مسافر عندي شغل لازم أحمد بنامشي وأنا مسافر لكن في البيت هتلاقي أحمد في حضن أو نايم إحنا بنتبدل أدوار أنا مجدي ماما ربنا يدي أصحح ما ينفعش حد يمسكه ما ينفعش يشغلها مش عشان أنا يعني حنطوف أو لا ما ينفعش لازم أنت أو مجدي سبحان الله عندي شغل مجدي بيقاعد عنده شغل أنا ربنا بيوفق لكم عشان خطره والله مقسمها والله أخي بيكلم بجد والله مقسمها بجد الله الله يعني عندنا أنا مثلا عندي شغل تلاقي ماها في البيت نفس الحكاية أولا إما لو إحنا عندنا إحنا لتين شغل حماية تيجي تقعد بحضن ولو ماما تعبانة ممكن مجدي لو في المدينة الإنتاج مثلاً بيصور ممكن في البريك ييجي أكل أحمد وش وارجع تاني ما هو ربنا أكيد عمل كده خير علشان إحنا كمان حياتنا تستمر خلي بالك ناس كتير أول ما بيتجوزوا بعض ممكن بعد سنة ودي موضة طبعاً يعني موضة طبيعي إحنا يعني الحمد لله بسم الله ماشاء الله إحنا 25 سنة واللي ربطنا أكتر واللي ربط علاقتنا أكتر أحمد يمكن أقول لك أول ما ما تجوزنا حسن وضاء أحمد كنا لسه طلبة ومعندناش فلوس ومعندناش حاجة خالص والنقابة عملت رحلة لفرنسا وإحنا عايزين نصفر ابننا الدكتور يشوفه معنيش فلوس رحنا مقدمين في النقابة وطبعاً اللي هيعرف تصرف مين مجدي اللي هيقدر يشيل لأن أحمد ماشاء الله كان مليان على فكرة أحمد ماتولاتش كده أحمد دكتور اللي عمل فيه كده يعني أحمد دكتور دي غلطة طبية أنا كنت أنا ومها مش قرأي بشريف انت عارف أه ولا غلط الدكتور تشد بالجفت اللي هو الشفاط يعني حسام نقص أكسوجين وده دمر له 20% من خلايا موه حتى الدكتور قال لي ابنك كان بيحارب عشان يعيش بص هو ده أثر على مركز الكلام والحركة بقى فيه شلل دماغي في الحديث